غموض اكتنفه للتباس، هكذا كان الموقف التركي من تنظيم الدولة طيلة عام ونيف إذ طالما وجهت إلى تركيا تهمات بغض الطرف عن تنقل عناصر داعش عبر حدودها وإدخال الدعم العسكري لهم لكن تفجير سروج جعلها المرة الأولى التي توجه فيها أنقرة تهاما مباشرا إلى التنظيم المتشدد بتنفيذ هجوم على أرضها ومع مقتل أول جندي تركي على الحدود السورية برصاص داعش تكون قد أطلقت صافرة انطلاق المواجهة المباشرة بين الطرفين تركيا أرسلت طائرات مقاتلة إلى الحدود في وقت تدور اشتباكات مع تنظيم الدولة قرب بلدة كيلس التركية الحدودية والجيش التركي يواجه عبر الحدود مسلحي داعش مصوبا قذائف الدبابات باتجاه بلدة الراعي في العمق السوري تحركات سبقتها جلسة استثنائية للحكومة ترأسها أحمد داود أغلو لتباحث بشأن الإجراءات الجديدة لتعزيز الأمن على الحدود مع سوريا بعد التطورات الأخيرة ووصل الجيش التركي في هذه الأثناء تعزيز انتشاره على الحدود ضمن خطة بدأ تنفيذها قبل السبع وفي الكواليس تسريبات عن اتفاق تركي أمريكي سيسمح للقوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي ضد داعش باستخدام قاعدة أنجليك الجوية جنوبي البلاد بشكل محدود اتفاق اشترطت فيه أنقرة الحصول على مساندة من الولايات المتحدة في إقامة منطقة عازلة في حال تعرضت المناطق التي تصفها تركيا بالخط الأحمر للمخاطر أكثر من عام مدة احتاجتها واشنطن وأنقرة لتحديد إطار المصلحة المشتركة بينهما وحدود المواجهة مع داعش فحتى الأسبوع الأخيرة كانت تركيا هدفا دائما لانتقادات اللاذعة بشأن افتقارها الالتزام الواضح في استراتيجية مكافحة الإرهاب العالمية لكن مع التطورات السريعة على الحدود التركية السورية وفي الداخل التركي يبدو أن أنقرة بدأت تسدد فاتورة غموضها تجاه تنظيم الدولة ترجمة نانسي قنقر